ازايكم عاملين ايه رب تكونوا بخير وفيديو جديد بس قبل مبدأ الفيديو لو حيعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو وسبسكرايب كمان للقناة واتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة اللي حاملها ان شاء الله الفيديو ريبيو عن حاجة كده اسمها لأهلوبك وتجربتها ستانا اللي فاتت لما نزلت اسكندرية لقيت ناس واقفة بتشتريها عند الرجل فسألته ايه دي فقال لي بني دي زي ما بيقولوا كده يعني حاجة بتعمل حاجات كتيرة جدا هو بيبقى عبارة عن ايه بتبقى عبارة عن يعني حاجة كده عاملة زي الكريم بتبقى تقيلة زي الكريم وبيضة زي الكريم بتاخدي منها معلقة من معلقة الاكل اللي هي الكبيرة مش الصغيرة وبتحطيها على لتر مية وبتدو بيها بتبتيجي بها تستخدميها بتعمل ايه بتعملك اتنشر حاجة ايه هما الاتنشر حاجة تقدر يتستخدميها للارضيات والسيراميك تقدر يتستخدميها كمان لادوات المطبخ تقدر يتستخدميها للحمامات وتحطي منها كمان على الغسيل اليدوي ممكن كمان للسجاد والموكت والتلميع البوتاجاز والازاز والعربيات والكريستال والالومنيو وكمان تقدر يتلمع بها المشغلات الذهبية والفضية عشان اكون صريحة معاكم انا استخدمتها بس للارضيات وللازاز وبصراحة شفت منها نتيجة حلوة جدا 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 في الارض بتلمع الارض كده بشكل مش طبيعي وبتدي ريحة حلوة قوي خصوصا من ريحة الورد بالنسبة للازاز بتدي للازاز لمع كده مش طبيعية حلوة قوي بتنظفه جدا جدا يعني ما بتحتاجيش مثلا نتيجة تخدمي لانس او سبيرتو عشان خطر تحسي ان الازاز بتتنظف لا خلص بتحتي منها جربتها برضو كمان على تنظيف البوتاجاز وكانت حلوة بس فكرة ان انا ننظف بيها ادوات الاكلة او حطها في الغسيل او مثلا انا استخدمها للسجاد اول موكت بصراحة دي انا ما عملتهاش وحتى لو حاملة ما اعتقدش خلص ان انا ممكن اعملها على حاجات اللي احنا بناكل بيها انا ممكن اعملها على الكريستال زي ما هما بيقولوا على الفضة على الذهب لكن اكتر من كده يعني ممكن انا لسه بقول ممكن يعني كمان انا ممكن محطهاش ولا على الفضة ولا تذهب انا بس انا بالنسبة لي انا كنت جايبها عشان خطر انا انضف بيها الارض وانضف بيها الازاز حاجة كده زي ما بيقولوا اكتر من حاجة في حاجة واحدة فانا بصراحة للناس اللي عايزة توفرهم مش عايزة تجيب حاجات كتيرة تجيب حاجة واحدة تعمل لا اكتر من حاجة اكيد دي هتبقى كويسة جدا ماهم انا عن نفسي جربتها وعجبتني انا كنت جايبها يبنها الحجم الكبير فيه منها الحجم الاصغر بس دي انا كنت جايبها السنة اللي فاتت كتاقريبا 25-27 ما عايفش بدل الوقت هتبقى بجيب اكتر هتبقى اغلى من كده فالله حابب ان هو يجيبها ويجربها في البداية يجيب العلبة الصغيرة يجربها لو عجبته وخلاص يبقى يجيب منها الكبيرة وبس شكرا وباي باي